ماذا يريد العالم العربي من العالم؟ كانت أبرز جلسات اليوم خلال المنتدى السؤال هنا من يريد الآخر أكثر؟ وهل يستطيع العالم العربي اليوم أن يكتفي بذاته؟ أم هناك تشابك معقد؟ يعني أنا أعتقد لا أحد يمكن أن ينطوي على ذاته لا العالم العربي ولا العالم ككل العالم أصبح يعتمد على بعضه البعض من خلال الاتصاد، من خلال التجارة، من خلال الطاقة من خلال التبادل الثقافي والإنساني يعني العالم العربي تم اتشافه في السنوات الأخيرة وخاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية العالم ككل بحاجة للعالم العربي بالنسبة للطاقة، بالنسبة للبترول، بالنسبة لأن هذه الموارد الحقيقة أصبحت أوروبا والعالم ككل يعتمد على مصادر الطاقة من العالم العربي وأنا لا أبالغ أن معظم دول العالم بما فيها الولايات المتحدة وأوروبا والصين والهند يعني يعتمدون إلى درجة كبيرة بالنسبة للإقتصاد، الإقتصاديات الكبرى على مصادر الطاقة العالم العربي يريد من العالم أن يأخذ مصالحه في عين الاعتبار هي ليست فقط مسألة طاقة، هي مسألة مصالح مشتركة يعني في حين أن العالم يعتمد على العالم العربي بالنسبة للإقتصاد والتجارة في العديد من القضايا الحساسة لا تأخذ الدول الكبرى المصالح العربية على مأخذ الجد ومن هنا أهمية التكتلات العربية أنا أعتقد أن قضية الأمن القوم العربي في غاية الأهمية يعني مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يصبح من أهم اللاعبين في العالم نحن لا نتحدث فقط عن الطاقة، نتحدث عن صنديق الاستثمار التي هي الحقيقة تقدر بتريليونز يعني من الدولارات الأمريكية التي تستخدم في الاستثمارات العالمية الضخمة وأيضا القوى البشرية في العالم العربي إلى درجة كبيرة الحقيقة تلعب دورا مهمة في اقتصاديات العالم وأيضا بالنسبة للصراعات الرئيسية تصوري بالنسبة للحرب الإسرائيلية في غزة العالم العربي يريد من الدول الكبرى أن تأخذ مصالح الفلسطينيين على مأخذ الجد لماذا الدعم الكامل والأعمل لإسرائيل على حساب الفلسطينيين والجامعة العربية يعني قامت وفق كبير من الجامعة العربية زاروا الدول الكبرى وخاصة في أعضاء مجلس الأمن ويضغطون ويحاولون جاهدين من أجل إيجاد وقف إطلاق النار